من اغرب تصرفات الحيوانات في دولة المغرب ان المعز بتحب تعيش فوق الشجر بالمنظر اللي انت شايفه ده وبيقضوا اليوم كله لدرجة انهم بيأكلوا وبيناموا فوق الشجرة وده عازف بيانو مشهور في ايطاليا بيحب يروح الغابة ويعزف للافيال الكفيفة واللي عندها امراض علشان خطر يهدي اعصابهم ويستمتعوا بالحياة شوية والفرخة دي بتحب تحضن ولادها كلهم في وقت واحد علشان محدش يزعل او يغير من التاني اما الكلب ده فتسبب في تقول صاحبته السجن بعد ما الشرطة صورتها وهي بتضربه وبتحاول تخنقه والمحكمة امرت بحبسها بعد موجهة تهمة لها اللي هي القصوة على الحيوانات بيقولك ان زكر العنكبوت بيقدم هدية للانسة علشان ترضى تتجوزه والهدية دي بتكون مغلفة بالحرير وبتاخد منه وقت طويل جدا لتجهزها الغريب ان بعد ما بيتم الجواز الانسة ما بتعرفش تفتح الهدية دي وتعرف ايه اللي جواها لان الزكر بيكون رابطها كويس وبطريقة معقدة بيصعب فكها ومن اغرب التصرفات عند الفيا لانها حيوانات عاطفية جدا لدرجة ان لما فيه اللي بيموت من افراد القطيع الباقي بيعمل له مراسم عزة وبيقوموا بدفنه وكمان بيزوروا المجبرة بتاعته من وقت للتاني اخر حاجة ان الغراب بيحمل مشاعر الكره للناس او البشر اللي بتسيق ليه واي موقف وحش تعمله معا مش هينسهولك وهينتقم منك في اي فرصة او اقرب وقت مناسب ليه لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك وتقول لي رأيك في التعليقات دلوقتي سلام